عقود طويلة من العمل الأممي عاشتها مصر وهي تحمل هموم القارة والمنطقة العربية بدلت خلالها أخلص الجهود لترسيخ قيم الحق والحرية والاستقرار للمنطقة واستطاعت منذ انضمامها للأمم المتحدة عام 1945 أن تضرب أروع الأمثال بالمواقف المتوازمة المتوازنة عفوا ولا سيما في تسوية النزاعات جهود كبيرة بذلتها وتبذلها مصر في سبيل إنهاء الأزمات العالمية وإحلال السلام وحقن دماء الشعوب وهو نهج اتبعته القاهرة طوار تاريخها لا سيما خلال فترة عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي 2016-2017 فمصر تولت رئاسة المجلس مرتين الأولى كانت في شهر مايو من عام 2016 والثانية كانت في شهر أغسطس من عام 2017 إضافة إلى قيامها بطرح العديد من المبادرات أمام المجلس والتي تصب في هدف خدمة مصالح وقضايا السلم والأمن الدوليين بجانب قضايا الدول العربية والإسلامية والإفريقية والنامية وهو ما جاء بالتزامن مع رئاسة مصر للجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس وخلال ترأسها للمجلس في مايو من عام 2016 ركزت مصر على العديد من التحديات التي تواجه منظومة السلم والأمن الدوليين وناقش المجلس العديد من الأزمات التي تهم مصر وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمتان الليبية والسورية والوضع في اليمن والنزاعات في عدد من الدول الأفريقية وطرحت مصر مبادرة لعقد اجتماع مشترك بين مجلس الأمن والجامعة العربية وهو ما تم بالفعل بعقد اللقاء الأول بالقاهرة في مايو من عام 2016 وخلال ترأسها للمجلس في شهر أغسطس من عام 2017 وبهدف تضييق الخناق على الإرهابيين من خلال منع وصول الأسلحة طرحت مصر مبادرة ومشروع قرار حول منع حصول الإرهابيين على الأسلحة وهي المرة الأولى التي يتعامل فيها المجلس مع هذه القضية وعكست هذه المبادرة من جانب مصر توجيه رسالة للمجتمع الدولي بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار رقم 2253 الصادر في عام 2015 والذي يتناول جهود منع الإرهابيين من الحصول على السلاحة وتواكب مع انتخاب مصر عضوا غير دائم في مجلس الأمن انتخابها بعد جهود دبلوماسية مكثفة من أعضاء وفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك وبإجماع آراء الدول الأعضاء لرئاسة لجنة مكافحة الإرهابي بمجلس الأمن وذلك اعتبارا من بدء عضوية مصر في المجلس في شهر يناير من عام 2016 يا إذن دلائل ومواقف أكدت بما لا يدع مجالا للشك التوجه والرغبة المصرية الساعية لإحلال السلام في كل دول العالم